التعداد الاقتصادي هو ايه يعني الناس ما تعرفوش الحياة كتير تمام التعداد الاقتصادي بمفهوم بسيط هو حصر وتبويب لكل البيانات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية داخل رقعة جمهورية مصر العربية كاملة كاملة رسمي وغير رسمي رسمي وغير رسمي وكل الأنشطة الاقتصادية بأنواعها المختلفة وطبقا للأدلة والتصانيف الدولي وزي ما حضرتك ذكرت أنه أجهزة الاحصى هي ركن أساسي ورئيسي فيه لكل الحكومات أو لكل الدول الكلمة الدرجة واللي احنا بنولها دايما لا تخطيط أو لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون بيانات ولا بيانات بدون إحصاء رسمي وأجهزة الاحصى هي المعنية بالبيانات الرسمية عن الدولة أحضرتك ذكرت دلوقتي التعداد الاقتصادي هو موضوعنا النهاردة التعداد الاقتصادي هو تاني أهم عمل إحصائي تنفذه أجهزة الإحصى على مستوى كل دول العالم بعد السكاني؟ التعداد السكاني الصبق للتعداد السكاني بيأتي في ضوء ضخمة العمل وفي ضوء التكلفة المالية العالية لأننا نمجي بعمل تعداد سكاني التعداد السكاني بيئيس أو بيصل للسكان والإسكان والمنشآت يعني بقيس سكان أو بعد سكان بخصائص اجتماعية بشوف مباني ومنشآت داخل الجمهورية بأنشطتها المختلفة طبعا بأنشطة بالفعل في المنشآت بكل الأنشطة المختلفة ولكن ببيانات محدودة عن الأنشطة يعني التعداد ده ضخم جدا لأنه احنا بنزور كل الأسر في مصر بنزور كل الأفراد في مصر بيشتغل في التعداد السكاني في حدود 40 أو 45 ألف مشتغل ينزلوا ويعدوا أو يجمعوا البيانات لأن احنا بنكلم عن تعداد بمفهوم كلمة تعداد بتعني الحصر الشامل لظاهرة معينة بنجي على التعداد الاقتصادي هو حصر شامل لكافة الأنشطة لكافة الأنشطة ولكن مش لكافة المنشآت لكافة الأنشطة بناخد عينة من المنشآت تمثل الظاهرة احنا مرجعيتنا في التعداد الاقتصادي هو إجمالي عدد المنشآت في مصر اللي احنا حصلنا عليه من تعداد السكان في 17 بس السكان بتعمل كل عشر سنين؟ السكان كل عشر سنين والاقتصادي كل خمس سنين ده ما بيعملش جاب عند حضرتك بيسمع في البيانات؟ لا احنا طبعا برضو في منهجيات معتمدة للبيانات برضو تعداد سكاني كعمل ضخم ومكلف يصعب تنفيذه السنوية احنا فهمنا دلوقتي ان لم يكن هناك تعداد سكاني دقيق مش هيكون عندي تعداد اقتصادي بالفعل ده قائم على ده اه فيه احنا يعني بنرجع التعداد الاقتصادي لتعداد سكاني في ايه اننا التعداد الاقتصادي بقيس الظاهرة بما يسمى العينة العينة التي تمثل المجتمع العينة دي انا هاخد عينة من منشآت المجتمع المصري عشان اوصل بيها لكل المجتمع فلازم بالاساس يكون عندي عدد المنشآت وده اللي بيوفره ايه التعداد السكاني وعلى الصعيد ده انا عايز اقول لحضرتك انه تعداد 17 قال ان عدد المنشآت في مصر حوالي 6 مليون منشآت يعني منشآت دي مفهوم بيستخدمه جهاز الاحصاء في التعداد الاقتصادي او في حصر كافة البيانات الاقتصادية منشآت تعني مكان ثابت يمارس نشاط ويحوز حائز مكان ثابت يمارس نشاط ويحوز حائز بيختلف مفهوم عن مفهوم المشروع لان المشروع ممكن يبقى في اكتر من مبنى لكن طالما احنا اختلفنا من روحنا لمبنى تاني فبقى اسما بقى فيه منشآت تاني جملة المنشآت في مصر من بيانات تعداد سكان المنشآت اوقع بقى اه طبعا اوقع من المشروع لان احنا بنصل للمنشآة زي ما بنقول كده لو فيه كشك ثابت ما هو احنا بنقول ايه مكان ثابت يمارس نشاط ويحوز حائز لو فيه كشك على الطريق وهو ثابت وغير متحرك فهو منشآة تمارس نشاط اقتصادي ولها اسهمها في الاقتصاد المصري فهو احنا عندنا كم منشآة بالمناسبة كده احنا جملة المنشآت في مصر جلولة حضرتك من 2017 من بنات تعداد 17 حوالي 6 مليون منشآة 6 مليون منشآة ترجمة نانسي قنقر